نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة إصدار وزارة تربية والتعليم قرارات بإطلاق منصة جديدة لإجراء امتحانات تجريبية لطلاب شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الشأن موضحة أنه سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل أداء امتحانات جهادة الثانوية العامة بشكل رسمي من خلال مؤتمر صحفي يتم عقده خلال الفترة المقبلة مشددة على أن كافة المعلومات الرسمية بشأن امتحانات الثانوية العامة يتم الإعلان عنها عبر الصفحات الرسمية للوزارة